السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة صحتك في معلومة في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتحدث عن أهم الفوات الصحية لتناول الكورنفل مع الحليب إن تناول الكورنفل يحتوي على البروتينات والفيتامينات والصديوم والبوتاسيوم وفيتامين اي والحديد إن تناول الكورنفل ممزوجا للحليب مفيد جدا للصداع ومفيد أيضا لصحة الجهاز الهضمية ومن أهم فوات تناول الكورنفل بالحليب أنه يقالل الانتفاخ ويعمل أيضا على حماية الكبد الكورنفل بالحليب مضاد للبكتيريا ومسببات الأمراض إن الكورنفل له فعالية منثلة في علاج أمراض الفم والأسنين إن تناول الكورنفل بالحليب مفيد لصحة العظام ويعمل على تقويتها متابعين الكورنفل لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل إشعارات القناة بمشيئة الله تعالى وإليكم الآن في هذا التقرير أهم الفوات الصحية لتناول الكورنفل بالحليب فتابعونا تناولوا الكورنفل مع الحليب وعالجوا كل هذه الأمراض والمشاكل الصحية الكورنفل والحليب أولا ما هو الكورنفل الكورنفل من النباتات العطرية المعمرة يستخرج من زهور بروعم شجرة الكورنفل ويستخدم في العديد من الوصفات الطبية والوقائية والغذائية ليحتويع نسبة عالية من الفيتامينيتهم من أبرزها فيتامين اي وفيتامين سي وفيتامين كي وفيتامين اي وعلى المعدن الأساسية مثل الكاليسيوم والصوديوم والحديد والماغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم والمنغنيس وحمض الهيدروكلوريك ومضادة الأكسادة ومركبات الفيلافنويد والألياف كما يستخدم الكورنفل كنوع من أنواع التوابل أو يستخدم الكورنفل كزيت ثانيا ثانيا الحليب فيعتبر الحليب من المواد الغذائية الأساسية الضارية لتعزيز عملية النمو والمحافظة على صحة الجسم وبناء الأنسجة والخلية بشكل سليم لاحتوى الحليب عن نسبة عالية من الفيتامينية والمعدن الأساسية وينصح الأطباء بإضافة ملعقة صغيرة من الكورنفل إلى كوب من الحليب وشرب المزيج على ريق لتعزيز فوض الكورنفل والحليب في معالجة ومكافحة العديد من الأمراض والمشاكل الصحية وإليكم أهم الفوض الصحية لتناول الكورنفل ممزوجا مع الحليب أولا إن تناول الكورنفل مع الحليب يقوي العظام ويعزز كثافته ويقلل خطر لصوبته بحشاشة العظام أو تكسرها ليحتوئها على الكاليسيوم وفيتامين دية إن تناول الكورنفل ممزوجا بالحليب يعالج العقمة والضعف الجنسية عند ذاكرة الجنسين إن تناول الكورنفل مع الحليب يحصن صحة أداء القلب والكلة والكبد والطحيل والمعدة الكورنفل والحليب يخفف ألام المفاصل والتهاب الروماتيد إن تناول مزيج الكورنفل مع الحليب يطرد البلغم ويعالج التهابات الحلقة واللوزتين من فوائد تناول الكورنفل مع الحليب يخفف حدة نوبات الربوى والسعالة وإنسداد الأنف ويعالج نزلات البردة والتهاب الشعب الهوية وينظم عملية الهضم ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمية مثل الإمساك ليحتويها علىه نسبة علي من الأليف الغذائية إن تناول الكورنفل مع الحليب يخلص المعدة والأمعاء من الغذات ويعالج قرحة المعدة والتهاباتها إن تناول الكورنفل مع الحليب يخفف عرض البواسير ومن فوائده أيضا يقلل إنتاج الكبد الكورسترول إن تناول الكورومف الممزوجا بالحليب يوعلج فقر الدم ويحاربه من فوائده الكورومف المعلى حليب يخلص الجسم من الشعر بالغثيان والقيئة خلال الأشهر الأولى من الحملة ويقلل أيضا خطر حدوث تشوهات خلقية في الأجنة أو حدوث ولادة مبكرة ويسايم في تكوين الجهاز العصبي للجنين بشكل سليم لإحتوال الكورومف والحليب على الأميغة 3 إن تناول الكورومف الممزوجا بالحليب يقوي الذاكرة ويحسن من عملية الهضمة ويقوي عضلة المثانى ويعلي السلسة البولة والتبولة الإيرادية من فوائد الكورومف الممزوجا بالحليب يحسن من صاحة اللثة والأسنان ويخفف ويسكن الآلام وينشط الجسم ويخلصه من الشعر بالضعفة والخمولة والقلق والتوتر والإكتاب ويحسن حاسة البصر وينظم مستوى السكرية في الدم ويحافظ عليه من فوائد الكورومف والحليب يقل الخطر الإصابة بمرض السلطون ويعزز أداء الجهاز المناعية ويمنع نموه وانتشر الجذر الحرة في جسم الإنسان الكورومف والحليب يطهر الرحم ويعالج ضعفها الدورة الشهرية ويخفف الألام المرافقة لها يعالج لضغاء الحشرات والإلتهابات الجلدية ويحسن صاحة الجلد ويعالج حباء الشباب ويحسن أداء الدورة الدموية في الجسم يعالج الطرابات النوم ويحسن الحالة النفسية ويعزز عملية بناء وتكوين العضلات إن تناول الكورومف الممزوجا بالحليب يخفف الوزن ويعزز عملية حرق الدهون الزائدة في حال كان الحليب خاليا من الدسم متابعين الكورومة إذا استفدتم من هذا المطوع فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بمشيئة الله تعالى موسيقى اشتركوا في القناة